الحوار مهارة أساسية لإنجاح علاقاتنا بكل أشكالها ولكن هذا الحوار إلو فن وإلو أيضا زوايا تفاصيل مع ضيفنا الأستاذ بسام صلاح صباح الخير أستاذ بسام أهلا وسهلا فيك دائما بها الفقرة لأننا قديش منكون بحاجة لإلها فاليوم رح نحكي على الحوار ورح تقولنا أنه فيه زوايا بالحوار هذول ضروري ناخدهم بعين الاعتبار صحيح صباح الخير إليك أهلنا المشاهدين الحقيقة هذا الموضوع له علاقة بموضوع أوسع أشمل اللي هو الزكاء العاطفي اللي بيشمل فن التعامل مع الناس ومع الآخرين إحنا حكينا بما يخص كتاب الأسرار السبع للدراسة الزكية أنه فيه سبع أسرار واحد منهم كان التوازن الخارجي واحد من بنوده كيف تكون إنسان متوازن داخليا وخارجيا حكينا داخليا أنه هذا خارجيا آخر بنت تقريبا رح نحكي فيه قبل ما نوصل للسر الأخير المرء الجاي إن شاء الله اللي هو التمكين والتدعيم بالنسبة لفن الحوار بيعتمد على فكرة حلوة أنه كل إنسان بدك تتعامل معه إلو زاوية معينة بتفكيره إحنا بنسميه إلو سيرة ذاتية تركيبته من يوم ما ينخلق للحظة اللي بتحكي معه فيها بيكون جمع مجموعة من الخبرات والمعتقدات والأفكار وطريقة خاصة في تمثيله للأفكار الداخلية وهذه كلها بتشكل طريقته كيف رح يشوف الموضوع وبالتالي كل ما أنت تحكي عن أي موضوع قبل ما تبدأ تفكر وتحلل أو تنزعج من اللي بحكي له قدامك حاول تفهم وتستوعبه فبدنا نعملها بطريقة بسيطة أنه لكل حوار في أربع نوقات مهمة سجلناها هوني في مرسل للرسالة أول مواحد يبدأ يحكي صار عنده رسالة بديه يحكيها في الخطاب أو في الحوار وفيه عندنا مستقبل ومستقبل وفيه رسالة وفيه بيئة محيطة في اللقاء هذول هم الأربع أجزاء الرئيسيين في الحوار هلأ اللي بهمني أنه نتقن الأربع أشياء فمثلا المرسل عليه مسئولية لما يجي يحكي معي إنسان يفكر أنه هل الإنسان اللي أنا بدي أحكي معه هل هو جاهز يسمع هل هو مركز معي هل هو هادئ وفي جاوب ناسب أن أحكي له الكلمة أو النصيحة أو اللي بدي أقوله يا هل أنا كمرسل بوضع بناسبني أحكي أو أفضل أن أأجل لأكون بحالة ذهنية ونفسية أفضل فالمرسل عليه جزء من الواجب بيفكر كيف يرتب أموره قبل ما ينقل رسالته المستقبل زي ما قلنا مين المستقبل شو عمره شو تفاصيله شو سرته الذاتية شو أفكاره شو مستوى هل هو عربي هل هو أجنبي هل هو صيني شو رح يفهمني ضرورة تستوعب مستقبلك هل هو ابن الصغير هل هو عمره عشرة ولا خمسة عش ولا تلاتين ولا خمسين هل هو العجوز اللي لازم أحكي معه بطريقة معينة بعدين لازم تفكر في رسالتك هل هي رسالة واضحة هل هي رسالة محددة سهلة ولا فيها تعقيدات كل ما قدرت تضمن أنه رسالتك سلسة واضحة للمعالم بتضمن أنه قدامك يفهمها كتير من مشاكلنا بتكون هو المسافة أو الفجوة ما بين اللي بأصده واللي بوصل للناس وكتير من الأحيان مش خطأ من الناس خطأ مني مش صيغ رسالتي بشكل صحيح مش موضحها بشكل كافي أحيانا بعض الأمثلة وبعض المواضيع بتكون بدها توضيحات وأمثلة اللي تدعمها وبالتالي لازم أكون أنا متأكد أنه رسالتي واضحة وسليمة قبل ما أحكيها للغير آخر بنت بهمني هوني اللي هو البيئة المحيطة في هذا الحوار هل البيئة المحيطة في حوارنا سليمة مثلا بدي أحكي معك في موضوع مهم وحاولينا ضجة وعجأة غلط أبدا لازم أحاول أسيطر على البيئة حتى أضمن لما أحكي أقدر أوصلك رسالتي وبالتالي إما بننتقل من المكان أو بنسيطر على الضجيج مثلا أو إذا فيه ناس ممكن يكونوا مشاكسين مشاغبين لأنهم مش مهتمين في الموضوع ابدع عنهم حتى تأخذ فرصتك الصحيحة في نقل معلومتك منك إلى المحاورة اللي قدامك فأنا ليش بهمني هذا الموضوع ولأنه في كل بيت فيه زوجة زوجة وفيه أطفال فإذا كانت فن الحوار نجحنا فيه بطريقة ممتازة بنضمن نجاح أعلى في العلاقات الأسرية وكمان بالعلاقات ما بين الناس الشغلة الثانية اللي بهمني أحكيها أنه في كل موضوع فيه أكتر من زاوية في كل موضوع لما نيجي نحكي عن موضوع الرسالة كل موضوع وكل فكرة إلها أكتر من زاوية فمثلا عشان نخلي الناس يفكروا معي ويتخيلوا معي أنه لو كنا عادينا نحكي في موضوع حجمه كبير تخيل كأنه المبنى اللي بنا نحكي عنه كبير وهذا المبنى له عدة زاوية تخيله بس ببساطة شماله جنوبه شرقه غرب لو كل واحد فينا واقف بزاوية معينة بيكون شايف اللي قدامه شايف اللي هو حواسه بتساعده يوصل له وبالتالي بيصير يشتغل ويحكي من واقع اللي شايفه هذا لحاله بيعمل مرات مشكلة بين الناس أنه الطرف الثاني بيكونش يشايف هذه الحكايات وهذا ممكن أنا باستخدمه مرات كثير لما نيجي نحكي مع مع الصغار بالسن بعمر المراهقة مع أنه مش كثير أنا بحب هذه التسميات بس مؤقتا أنه كيف هو يتحمل ويفهم وجهة نظر الأكبر منه وما يتشنج بسرعة فبنقوله إياها بطريقة مبسطة أنا غالي باستخدم علبة الفاين بتكون مفتوحة من جهة ومن جهة لا بس لو استخدمنا أي شيء لو استخدمنا هذا الفنجان في شرحنا مع أي حدا وقلنا لحدا اشرح لنا شو شايف بيكون قاعدوا قدامك بيقولك أنا شايف أنا شايف من عندي رؤية لونها فوشية بالضبط وحواليها خط واحد أخضر من هون واحد زهر من هون أنا شايف وهي عبارة عن مربع زهري شايف رؤية أنا مش شايف كلمة رؤية بالمرة كيف مشايف يا زلمي واضحة أبدا ما في رؤية هذا تعليف أكيد أنت مش مركزة معي طيب شافا الها إيد لا ما قالوش إيد كمان ما قالوش إيد بطل الها إيد لا لا بيبدأ الحوار هيكي بيبدو الناس يتصعد للهجة بيبدأ حدا يغلط بطريقة يا أخي أنت معقول مش فاهم وكذا بيبدأ تصير مشاكل من ورح حوار كتير بسيط بس كل كان المطلوب من الطرفين يروقوا وكل واحد يحاول يشوف زاوية التاني الزاوية الزاوية فكرة كتير مهمة لأنه إذا ما شوف زاوية اللي قدامك ما رح تقدر ليش هيك بحكي ببساطة إما بتغيروا مواقعكم وأنا باجي محلك وحضرتك بتيجي محلي أو إنه إذا الموضوع متحرك ممكن تغيره تقولوا تطلع هوني أنا كنت بحكي عن هيك هلا كتير من اللي صغار لما كنت بدربوا مع هذا يقول آه والله لو أنا هيك فكرت إنه أمي هيك كان قصدها أو أبوي كان قصده هيك ما كان فعلته نرفزتي بسرعة والأهل الكبار كمان يقدروا إنه الصغير اللي عمره 15 سنة وإنتي كأوم عمرك مثلا 35 أو 40 هذا العشرين 25 سنة فرق بتخليك وإنت بتحكي شايف أشياء هون هم شايفها فلا تستعجل اتأكد إنك يا بتنزله بتوصله المعلومة أو ضلك بسط 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 لغاية ما يفهم عليك ظلم إنه نقول لأبو الخمستاش افهم أبو الاربعين شو بيحكي منطقي كتير إنه أبو الاربعين يفهم أبو الخمستاش شو بيحكي شو أظل إنه عاش التجربة كان هون بس هذا أبو الخمستاش ما كان هون صغير مضبوط فبدأ تروي من الكبير وحكمة ويفكر كويس إنه هذا الصغير شو بيحكي شو احتياجاته شو احتياجاته يمكن بدل احترام يعني يمكن دايما نشوف هو شو احترام بده أكتر شي وتقدير نبلش فيهم وبعدين توصل رسالتنا صحيح وبنفس الوقت الصغير لما يلاقي حاله متشنج في حوار مع حدا أكبر منه يرؤش هو يقول لحاله بجوز وغالبا هي هيك بس هو من وجهة نظره بجوز يكون فيه فكرة فيها زكاء أو حكمة أنا لسه ما شفتها لأنه ما عشت التجربة فخلي ثقتك بإمك أو بأبوك أو بأخوك اللي قاعد بينصحك هي تقودك لأنه ممكن يكون فيه إشي صح رؤ عشان تفهم وين شرح لك هذا بيكون بيساعدنا عنه نوصل للشغلة بطريقة ناجحة فيه كمان فكرة بيهمني أحكيها من فضلك على موضوع الرسائل بس هذه بتحتاج أن أرسم لها هيك لو افترضنا مثلا واحد من المواضيع اللي الأهل بيصير فيه كثير خلافات فيها اللي هي مثلا التعامل مع الأبناء كمثال يعني وعملية أنه مثلا بيستخدموا الضرب في أسلوب التربية مثلا إذن هوني بنقول إحنا الضرب كعقاب كعقاب بيعتبروها وسيلة تربوية نتخيل إحنا حالنا بعالم الرسائل وفن الزوايا والتفكير المنطقي لو كان هذي الموضوع فيه له عدة طرق نشوفها أوكي فممكن الأب يحكي من واقع مثلا التربية القديمة إنه أنا هيك تربيت إذن هذا أسلوب ناجح وهالاستوانة للأسف الاستوانة الفاشلة بظلني أسمعها كتير إنه إحنا هيك كنا نتربى وننضرب وهات نطلعنا رجال مين قال أولا مين قال إنه هذا أحسن شيء ممكن توصله يمكن فيه مجموعة إعاقات نفسية وعقلية أنت مش منتبه لها فلا تستعجل وتورث الناس أخطاء ارتكبها غيرك هاي تربية القديمة في بيجي له واحد تاني من زاوية تانية مثلا التربية الحديثة الحديثة بيقول له هذا الحكي صار ممنوع صار فيه عندنا إيش جديد في العلم الحديث للتربية اسمه التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي هذول اتنين بديل رائع أنا حكاية أي عقاب تاني مزعج لأنه ممنوع الضرب في العلم الحديث وفي التربية الحديثة الضرب أذية بيجي واحد مختلف عنهم بيحكي من واقع علم النفس مثلا وبقول يا أخي استنى شوي أنت بدك تربيه عشان ينضبط بموضوع معين يمكن تنجح بهذا الأسلوب الفاشل أنك تربيه وتساعده بجزئية بس بتأثر على كل شخصيته وكل نفسيته وكل سلوكياته يمكن يطلع عدواني يمكن يطلع بيحب يأزي حاله ويأزي المحيطين يمكن يطلع عن طوائي فهل هذا مكسب أنك دربته ينضبط في شغلة معين صغيرة ودمرت لنا أشياء رائعة في نفسيته بيجي واحد رابع مثلا بيحكي من واقع مثلا ناحية الجانب الإنساني بقول لك استنى يا أخي أنا بدي مواطن يكون قوي وعنده شخصية وعنده ثقة بنفسه وثقة ببلده وثقة بكل الكون إذا كان متربي على الضرب بتبدأ تنهزم شخصيته بيطلع إنسان مهزوم والإنسان مهزوم ما بتدر تبني من وراء وطن قوي فإحنا بدنا وطننا القوي يكون كل أفراد أقوية فمنوع نضرب لأنه بنأذي كبرياءهم وكرامتهم فهذا موضوع ممنوع بيجي حدا مثلا أم بتحكي من الناحية العاطفية شو العاطفية حرام وصغير ولسه مش عارف ولسه مش فاهم كلمة صغير ومش فاهم هذه كلمات مش سليمة لأنه الولد من عمره أسبوع وشهر بيبدأ يتعلم ويستقبل لازم نعرف إنه إحنا شو ما بنحكي مع الابن بنكون عادينا نأثر فيه بنبرمجه فلازم نكون أزكي وما نأجل شيء نقول معلش لما يكبر أساسا في نظرية هلأ حديثة بعلم التربية وعلم الناس بتقول إنه من عمر يوم لو عمر عشر سنين بتتركب تقريبا 95% من معالم الشخصية الدائمة وبالتالي إذا إحنا أسأنا في تعاملنا مع أولادنا في أول عشر سنين قضينا على مستقبل وفيش بعد هيك مجال ترجع ترقع أو تزبد فليما تكون رائع من أولها فكر بمنطق الزوايا ومنطق فرق العمر ومن وين الشخص جاي كلمة من وين جاي كتير مهمة هاي من وين جاي هلأ حضرتك بتحكي معي في أي موضوع أول شيء لازم أفكر فيه من وين السترندة جاي من أي خلفية من أي عقلية من أي بلد من أي تراث هلأ لو بيجي واحد صيني أو كوري وبقول لك سترندة دلينا على مطعم بيبيع عشاء زاكي عشاء كلاب بتأسف على استخدام التعبير انت تقولي شو هذا بيحكي بس إذا فكرت أنه في بيئته بكوريا عنده مياه هاي الوجبة الفخمة ما بتستغربي لو واحد عربي حكالك إياها بتنؤذي أنه شو ما له هذا شيء عجيب إذن الشخص من وين جاي من وين جاي كبيئة من وين جاي كعمر من وين جاي كثقافية بتساعدني أني أنا استوعي بصح أفكر أحلل وأحكي صح هلأ بدي أسأل كمان هو يعني هذا إحنا نفرجتنا أنه مثال واحد كيف كل شخص بيشوفه من زاوية فيمكن هون قدي يعني مهم أنه الواحد ما يقول أنه أنا عندي الحقيقة المطلقة والباقي خاطئ بالضبط وكيف بقدر أستعملها بدي أكمل سؤالي ببيئة العمل أنه أنا أشوف الزوايا مبدأ الزوايا في كل بيئة عمل هلأ يعني اليوم فأنا كموظف أو مدير ببيئة العمل عندي عظيم فيه واحد اسم الإمام الشافعي واحد من الناس اللي كانوا فعلا في جيله اسمه علامة علامة يعني مثلا كان آري 90% من الكتب اللي كانت في جيله ورغم هذا الكمل هائل من المعلومات والثقافة كان بمنتهى التواضع لما يحكي معنا شي يقولهم يقولهم رأيي صواب يحتمل الخطأ رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب مع أنه العلامة كل الدنيا ترجع له كمرجع ويظلوا متواضع أول أنا هيك رأيي بس يمكن غلط رأيك أنا شايفه غلط بس يمكن صح فيبدأ هلا يتبحر في الموضوع أكتر يتغلغل هلا العلماء الحدثين شو وصلوا لطريقة حلوة في التفكير بهذا الموضوع أنه كل فكرة لها أربع احتمالات كل الموضوع بني نحكي فيه أو أنا أول ما أنا أحكي أو مدير أو بيحكي مع موظفين أو غير وحط في بالك عشان تكون الناس حبيناك وحسينك ما نحط في احتبارك أنه فيه أربع احتمالات أنه أنت صح وأنا خطأ هذا احتمال وفيه احتمال تكون أنت خطأ وأنا صح فيه احتمال تالت دعنا هذا أنا أنا وهذا أنت برافو أنا بدي أكون أول احتمال أنا صح وحضرتك صح وأنا صح كمان هذا احتمال قائم وراح نعطي مثال عليه أنا صح وأنت خطأ يلا بمشي لك ياها اليوم نعكسها أنا خطأ وأنت صح وأنا صح وفيه احتمال أنا خطأ وأنت خطأ وأنا خطأ وإذا بتلاحظوا في الحياة بتلاقوا أمثل كتير على هذه الأفكار وعلى هذه الحالات بتلاقي واحد بيحكي صح لأنه هو الزاوية اللي هو واقف منها من وجهة نظره صحيحة نظر وحتى بالمشاكل التي تقيلة يعني اللي بتسبب لا سمح الله لخلل في علاقة الأولاد مع أهلهم أو طلاق بين الزوجيهم بتكون مصدرها هاي لما الناس ترو وتفكر طب صحيح كوني أنا صح مش معناته إنه اللي قدامي غلط ما ممكن يكون كمان هو صح هادي بتروع وبعدين الفكرة الثانية إنه ممكن أكون أنا صح والله قدامي غلط أو العكس قد أكون أنا شايف الموضوع بطريقة خطأ أو كان يمكن استوعبته بطريقة غلط أو قريت عنه من مصدر مش رائع غيري أراه أكتر والحال الرابع اللي الناس بيستغربوها إنه أنا خطأ وغيري خطأ لأنه فعلا بالذات إنه للأسف صايرة عادة عندي كتير من الناس إنه بيحبوا يفتوا ويحكوا بكل شي وبالتالي طالما قررت تصير تحكي في كل شي ودخل حالك في تخصصات عمرك ما قريت عنها كتاب توقع أنك أنت غلط واللي بحكي معك ممكن يكون غلط وفي جهة ثالثة يمكن عندهم الصح والحكمة فاستعين فيهم ففي قصة صغيرة بتنحكها على حكيم صيني عنده تنين تنين جايين يشكوله متقتلين في جايين يشكوله هذا زي حكاية بتقوليلي بالعمل وعنده تلميزه ببيئة العمل مظلوح وتلميزه وقف جنبه بتعلم من أستاذه الفيلسوف الحكيم الصيني فبيجي واحد بقول له هذا الزلمة أخطأ بيحقي بكذا وكذا وكذا بقول له صح معك حق بيجي التاني بيحكي عكسه بالزبط كذا 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 بقول له معك حق صح كلامك فتلميزه بقول له يا أستاذ يا حكيم كيف يعني هذا بيحكي إيش بتقول له صح هذا عكسه بقول له بتقول له صح بقول له أنت كمان صح والفكرة كانت في رأسه اللي بعدين شرح له مية ها أنه هذا ممكن يصير أنا صح وانتي صح وصح بس كل واحد من زاويته بنرؤ على بعض بنوصل أفكارنا لبعض بنوصل لأ إشي جديد بلاش في الزمان كنا نقول الحل وسط لا فيه إشي هلأ من جديد رح نشرحه بعدين في حلقات سعى لعقلك اسمه الحل التكاتفي أو التكاملي التكاملي مش بوصلنا لنزل الطريق أنا بدي 80% وإلك 80% وإن شاء الله رح نحكي عنه حلو كتير حلو يعطيك العافية يعني ودائما هي بنقول أنه التفاهم قبل التفاهم كتير صعب أتفاهم أنا وياك إذا أنا مش متفاهمة وجهة نظرك ليش أنت عم بتقول هيك كلامك كتير حلو نحن نقدي بي حاجة لهذا الحكي أستاذ بسام صلاح شكرا إليك شكرا إليك أستاذ أهل المشاهدين شكرا